كثير من الناس دايماً يقولي عبد الله عندنا مشكلة في البيبال أو أنه والله فتحنا حساب على البيبال بعدين وقفونا فتحنا حساب على البيبال وبعدين انلغا وبعدين لما جتني الفلوس صار عندي مشاكل صار عندي كل هذه المشاكل طيب شلون خليك تحل كل المشاكل لأنك أنت ما فتحت حسابك صح فهذا الفيديو رح أخذك خطوة بخطوة شلون تفتح حسابك على البيبال وتكون مية بالمية سليم ونظامي زائد يطويل العمر رح أعلمك لماذا تحتاج هذا الحساب لأنه كثير من الناس بكما يدري أو يجهل وش الفوائد اللي يعطيك بيبال في التسويق بالعمولة والتجارة الإلكترونية أول شيء يطويل العمر لازم نعرف أن البيبال هو الوسيلة الدفع المعتمدة لكثير من الشركات في التسويق بالعمولة وأيضاً كثير من الناس اللي تستخدم الانترنت ويبغون يستخدمون مواقع جديدة ويشترون مواقع جديدة يستخدمون بيبال وذلك لضمان أنه لا يستطيع يسرقهم فهذه ميزة بيبال أنه لا يجعل الناس لا يقدر الله في أحد يسرقك زائد يطويل العمر إذا أنت بتشتغل مع أي شركة في التسويق بالعمولة دائماً 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 يستخدمون بيبال فهذا شيء يجب أن نركز عليه أنه بيبال يتم استخدامه بشكل كبير من مواقع مرة كثيرة فتعال يطويل العمر دعيني أشرح لك الآن خطوة بخطوة شلون نقدر نفتح بيبال هذا يطويل العمر الآن نحن على موقع بيبال وقعدين نشوف كل شيء قدام عيوننا فلما تجي هنا يطويل العمر تسوي تسجيل اشتراك دائماً الناس تفتح برسونال اكاونت هذا شيء كويس لكن من الأفضل أنك تفتح بزنس اكاونت بعدين تحط يطويل العمر كينتينيو لما تجي على موضوع الكنتينيو هنا يطويل العمر راح يجي يسألك أشياء بسيطة واشو الإيميل اللي انت تبي تسجل فيه فأنا على سبيل المثال بسجل بهذا الإيميل وبعدها بسوي متابعة سوي لك كلمة مرور خلينا نسوي كلمة مرور سوينا والآن متابعة الآن يطويل العمر واش الاسم الأول واش الاسم العائلة فتجي تعبي اسمك هنا بشكل بسيط عبد الله الفوزان اسم الرسمي للنشاط ممكن تكتب أي شيء لكن دعنا نقول مثلا أفيليت على سبيل المثال بعدين يقول لك رقم حساب نشط فتحط رقم الجوال حقك بعدها يقول لك عنوان النشاط التجاري فتحط العنوان حقك في الرياض أو كين ما كنت بعدها النقر يقول لك وش العملة الرئيسية طبيعية نحط الدولار الأمريكي وبعدها بالنقر نحط موافقة ومتابعة طبعا لا تنسى تكتب المعلوماتك بالانجليزي ما أعجبتها أني كاتبها بالعربي فخلينا نكتبها بالانجليش أوكي بعدها يطويل العمر كذا احنا فتحنا الحساب تقريبا حق بايبال بعدها بيسالك بايبال وش نوع النشاط التجاري فتحط يطويل العمر أنك أنت مالك وحيد أوكي فوش الكلمة الدلالية للمنتج حقك مثلا دعنا نقول بيع تسويق المباشر متاجر الدراجات البيع متابعة يعوب بيع الخدمات توريد الأوضحة مدريش دعنا نكتب خدمات أوكي فخدمات الشركات غالبا نحط خدمات الشركات بعدها يقولك وش الموقع الإلكتروني وش الدولة اللي أنت مأسس فيها والأشياء هذا كل اختياري هذا تكتب بعدين بعدين عطنا يا طويل العمر بعض المستندات مثل تاريخ الميلاد حقك فنحط لهم تاريخ الميلاد أو بعدين نحط أوكي مستند ثبات الملكية غالبا جواز السفر رخصة قيادة طبعا دائما استخدم البطاقة الوطنية بالنسبة للسعوديين الناس اللي برا سعودية ما شف انت وش تبيت حط أوكي بعدين تحط رسال كذا حسابك فتح باي بال أوكي لكن عندنا عندنا كثير من الناس اللي على طول يبدأ يقول يالله الحم أبرسل للناس إيميلي وأبدأ حط والله خلاص أبدأ أتلقى العمولات لا يا حبيبي هناك شيء يجب أن تفعلها أول شيء يجب أن تأكد عنوان البريد حقك كما تلاحظ هنا وصلتني هذه الرسائل أوكي فأول شيء تصديق البريد الإلكتروني حقك تفعل هذه الحركة أول شيء الذي تتأكد من البريد الإلكتروني أو تجعل بايبال يتأكد أن هذا الحساب ليس حساب بوت أوكي هو حساب الشخص فعلي أوكي فتحط الباسورد نسوينا تأكيد للبريد الإلكتروني هذه أول فقرة مهمة أنت لابد أن تسويها أوكي رح إلى عرض التفاصيل هنا تجد أشعارات مكتوب نود أن تأكد من صحة المعلومات التي قدمتها فتروح إلى التفاصيل يطويل العمر لتلاحظ أنهم يطلبون منك الهوية الوطنية لازم ترفع صورة الهوية الوطنية حقتك أو صورة الجواز إذا أنت اخترت الجواز فعلى طول سنبدأ تحميل البطاقة فتحط الحل بعدها يطويل العمر تقول لك بطاقة الهوية القومية وترفع هنا بطاقتك وترسلها إلى بايبال برضو من الأشياء التي تريد أن تسويها يطويل العمر هو أنك تتجه على أعدادات بعد أن تتخلص الموضوع هذا تروح وتتأكد أنك رفعتها بعدها سترى أنه أثر الحساب سترى أنه يمديك تتلقى مبالغ ومدفوعات إذا تلقيت مبالغ ومدفوعات قبل لا تسوي هذه الحركة إذا قبل تتلقيت مبالغ وقبل لا ترفع الهوية الوطنية لحسابك على طول ستتسكر وعلى طول ستصبح لك مشاكل فكل هذا ستبدأ بالأول شيء هانيا يطويل العمر ستذهب إلى أعدادات الحساب ورح دائما تشيك على شيء اسم الحدود القصوى لازم تدخل عليه دائم هذا الشيء لازم تدخل عليه دائم وتتأكد أنه والله ما فيه أشياء مطلوبة منك شوف الحين ما فيه شيء مطلوب مني لأنني إلى الآن ما رفعت البطاقة أول ما أرفع البطاقة يا طويل العمر أول ما أرفحها البطاقة على هذا رح يبدأ يطلع لأشياء هنا فهنا تبدأ تجاوب على بيبال أول بول سيطلب منك معلومات سيطلب منك آدرس سيطلب منك شهادة تثبت أنه أنت عايش في المكان الفلاني اللي أنت قاعد تقوله فمثلا ترفع لهم بطاقة رسائل البنك اللي تجيك على البريد كشف حساب ممكن تحمله من موقع البنك حقك وترفع هذا كشف الحساب اللي فيه نفس العنوان اللي أنت سجلت على بيبال لازم يكون العنوين الأشياء اللي أنت عامل بيبال معاملة البنك فدائما عط بيبال المعلومات الصحيحة على شأن ما تكون لك عندك أي مشاكل فشيين لازم نشيك عليهم دائما إذا عندنا إشعارات وعندنا الحدود القصوى بعد ما نرفع الهوية مو على طول تحط حسابك وتتلقى الدفع اصبر شوي تأكد أنهم ردوا عليك وكل شي الأمور انحلت وكل شي سليم إذا تأكدت أن كل شي ماشي سليم وكل شي صار كل شي تمام ذيك ساعة رح واخذ الإيميل حقك وحط على مواقع التسويق بالعمولة خذ الموضوع بشكل أعزيزي لا تصير على طول كذا أبغى الحين أبغى كل شي بسرعة لا الحياة لا يبيلها بسرعة يبيلها هداوة وشي خفيف أي مشاكل تصير عليكم على البيبال كتبوها لي في الكومنت أصير جدا سعيد أني أرد لكم على أي أي استفسار ممكن يمر عليكم